المتسابق ولدت في مدينة الجميلة مدينة طبت منطقة الجوف طبعا درست مراحل الدراسية فيها في مدرسة محمد بن القاس الشقاوة والمرح واللعب أحببت كرة القدم ولعبتها وكان يقولون عني أني لاعب لي مستقبل باللعبة ولكن ما استمرت فيها أنا طالب جامعي تخصص دولة انجليزية طبعا أنا كنت أتمنى أن يكون مقدم برام دائما كنت أطلع في الإذاعة الصباحية كان حلمي أن يكون مقدم برام كنت دائما تابع المشاهير وأتمنى أن يكون أطلع مثلا في التبس وجدت يوم من الأيام أن الشغل يحسسك بالمسؤولية ويعطي الإنسان ثقة بالنفس والذات والحمد لله الوالد والأرده ما هم خليل على قاصر لكن الواحد يتعدى عمر أشني لازم يعتمد عنه يشتغل في أي شيء وأنا الحمد لله الله وفقني والحمد لله اشتغلت في محلات الذهر والآن لي قرابة خمس سنوات أعمل تعرفت على مهنة فيها كثير من الحرفة والأسراء اللي ما كل شخص يعرفه عملي كان ممتع جدا ومصدر دخل طيب ولله الحمد علمني الشغل الاحترام الناس وكيفية التعامل مع الزبون وجذبه وأقناعه بالشيء الصحيح والواقع وهذه صفة لا يجيدها كل شخص الحمد لله كسب ثقة صاحب العمل ولدرجة أنه كلفني في إدارة ثلاث محلات في مناطق مختلفة وهذا الشيء يحس الإنسان بأمانته وصدقه في العمل مرحبا بكم بيها المشاهدون الكرام نرحب بكم في ثالث أيام زد فرصتك في يومها الثالث هذا البرنامج الجماهيري الضخم نستطيف معكم شاعر جميل وحساس راقي كسب القلوب بجماله وعذوب قلبه قبل كلماته نرحب بالشاعر سعد السبيعي مرحبا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا ياك الله بسم الله خبارك الله حب في البداية نود منك تعرفنا عن نفسك أكثر سعد عبيد السبيعي من الأمر 28 سنة شاعر أحد متسابقين برنامج زد فرصتك في بداياتك الشعر وهل تتذكر أول قصيدة أو بيت كتبته أكيد أن عندك شعر يعني كتبته وكان لك كان في قلبك يعني وتتذكر أكيد له ذكريات خاصة عنك صحيح غالبا الأبيات القصيدة القديمة ما تطلع على البال لكن في بيت قول يا قلب لا تحزن على كل ما جاك جاك الحزن والفرح باكر يبي يجيك كل ينسرى همه على كيف يجفاك صارت تنافس بينهم من يجاك جاك هل عندك فكرة مستقبلية تقدمها أبيات لإخوانك المتسابقين أكيد في قصيدة لو كان بإمكانية أكتب معلقة كان كتبت يستهلون أنا أود نختم معك هالحوار نبغى منك بيتين في الجمهور وش تقولون؟ أقول الطموح أكبر من أني أشرحه في كلمتين الطموح أكبر من أني أشرحه في كلمتين لكن اللي أعرفه أني أنا عندي طموح وفي حناية الصدر كنز والله إن كنز يثمين شاعر وعندي رسالة لكن الفرصة شخوف وفي بداية شفت لي نور على المبدع يبي شفت لي فرصة وأنا ما أخلي الفرشة طوح صحيح صحيح في النهاية نختم معك والله ودنا نجلس معك أكثر ونسألك أسئلة كثيرة لكن ما أنا بغلد نطول معك ويعطيك العافية على السلام الله يعافيك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم أحمد صالح مبارك الشراري المحافظة طبرجة طبعاً العمر 25 سنة أدرس الجامعة تخصص إنكليزي طبعاً أنا حبيت التقديم من أين صغير من أين صغير كنت يعني أخاف أن يطلع قدام الجمهور يعني قدام جمهور أخاف لكن الله يعطيهم العافية المدرسين ما قصر دايم يحفزوني دايم يقولون أطلع قدام الجمهور تكلم أنت عندك موهبة تكلم قدامه والحمد الله أول يوم طلعوني جبت موضوع وشوف الناس شادوا بي يعني الأساتذة والطلاب كلهم يقول ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك جبت لنا معلومات جبت لنا كذا الحمد الله قلت اليوم الثاني ليه ما أطلع وأجيب معلومات أحسن والحمد الله جبت معلومات اليوم الثاني واليوم الثاني الحمد الله تميز بل لابتدائي وكذلك المتوسط بادرت وطلعت بكل محافظة وكنت أطلع فيها الحمد لله وكنت متميز والحمد لله الحمد لله ثم اللي حولي واللي شجعوني على هذا التقديم الحمد لله لكن كنت كانت عندي الثقة مهزوزة وقلت لازم أشارك ببرنامج زد فرصتك والحمد لله الله وفقني وشاركت بزد فرصتك وبإذن الله أنا راح أطلع الخوف مني وأكون قدامي يعني الجمهور أطلب عادي عندي بأي شكل يعني ما كان قدامي أحد الحمد لله لكن والحمد لله حفزوني كل أخواني الموجودين اللي معي الحمد لله والله أعطيكم العافية طبعا طبعا أنا طبعا أنا بهذا البرنامج أتمنى أني أطور موهبتي وهو موهبة التقديم وأكيد في البرنامج هذا فيه مدعين وفيه مقدمين أكيد أن أكسب منهم الخبرة وأكيد أنهم يعلموني وإشي الصح وإشي الغلط والحمد لله تعلمت منهم وكلموني وأخوانهم متسابقين فيهم المقدمين اللي ما كلموني يعلموني بشي الصح وبشي الغلط وهذا شيء حفزني أكثر أني أقدم وتعلم أكثر فبإذن الله طموح أني أكون مقدم برامج وإذا الله أراد ودخلتها الباب هذا إن شاء الله أني أطور من موهبتي وفي المستقبل إن شاء الله أني راح أخذ دورات عن التقديم وأطور من الموهب هذه وأطلع قدام الجمهور يعني بأي شكل وأتكلم قدامه بشكل عادي يعني وهذا وصل الله عليه السلام ما شاء الله ما شاء الله يعطيك ألف آفية ما قصرت ما شاء الله نبدأ بتوقيع الإعلامي وبعدها إن شاء الله تعالى نعلق الله يستطيع تفضل اختار موضوع إن شاء الله الجار الجار وما أدراك ما الجار هذا الجوال بين يديك عندك نص دقيقة فكر قبل ما تبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجار وصل رسول عليه الصلاة والسلام بسبع جار جارك لا تأديه بأي أجهي يحاول أنك تساعده بكل شيء يحاول أنك تتوصيه بالصلاة وبكل شيء وإنك لازم تشوف احتياجاته بأي أجه حاجة هذا صلى الله عليه وسلم ترماشوا بدي قالي خلاص يما يطلع لكواكت بس هو كان إلى النص أقصى حاجة وانتهنا أوكي ماشي طيب بسم الله الرحمن الرحيم لا تفضل على المسرح باقي باقي هل مرونة بدا ستسري طيب بسم الله ذكر قبل شوية معك الشاعر كم بيت عن الطموح فتذكرت على طول بيت شعر فأبدا أقوله اللي هي قصيدة شهيرة لأبو القاسم الشابي المشهورة التي يقول في مطلعها إذا الشعب يوما أراد الحياة فبعدين يكمل يقول إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المناء ونسيت الحذر ولم أتجنب عور الشعاب ولا كبة لها بالمستعر ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر فهذه أيضا عن الطموح وأهمية الطموح في يوم ذكرها سبح الله خطرت في بالي مباشرة أخوي أحمد أول نقطة إيجابية عندك بس نبقاك تكثر منها عندك ابتسامة جميلة مرة مرتين طلعت منك أثناء الحوار كثر منها لا تقيمها أضحك طول برنامج لا لا هذه نقطة إيجابية والله يفك يا رب آمين آمين الله أبقاك تختل لي واحد من الزملاء لأنه عندي ملاحظة ولكن أبقى هو يقولها مو أنا اختل لي واحد من الزملاء القريبين منك ولا أي واحد قول فلان والله بما أني كلهم أخواني لكن بما أني طلعت واخترت أختار سعد سبيع سعد وانت مكانك يا سعد السؤال أثناء عرضه وحديثه بعد المقابلة الشخصية في كلمة كررها أكثر من عشرين مرة ما هي لغز هذا كلمة كررها أكثر من عشرين مرة الحمد لله الحمد لله شكرا لكستري كلمة جميلة الحمد لله ونحمد الله ودائما أجمل أن يكون القلب إن شاء الله تعالى يلهج بحمد الله سبحانه وتعالى أنا دائما بأي حديث أتكلم مع أي إنسان لازم أقول الحمد لله بأي حتى بنهاية الحديث يعني مثلا تكلم بنوع واحد بأخر شيء يقول الحمد لله يعني هذه تعودتها هذه حاجة جميلة أن يكون ذكر الله على لساننا ولكن في عرف الإلقاء والحديث هناك ما يسمى باللزمة اللفظية أو اللازمة اللفظية بمعنى الإنسان يكررها دائما دائما حتى ولو لم يكن هناك حاجة أثناء الجملة من وجودها تجد ما لها سنع بعض الأحيان هذه الكلمة أي إن كانت ما تكلم عن الحمد لله أتكلم عن أي كلمة تلقى يكررها يكررها لأنه أصبح تلقائيا يعيدها يكررها فأنت الآن بدأت تدخل فيه ما يسمى باللزمة اللفظية وتقولها على كل حال وهي كلمة جميلة في أصلها ولكن حاول من ناحية القائنة أنه إذا أتى وقتها قولها وأنت مطمئن إن شاء الله الله يوفيك وعلى القوة آمين الله الفضل لاستسعيد يعطيك العافية أحمد الله يعافيك تستريح أنا بجري معك حوار شرايك بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله جميعاً إخواني مشاهدين مع النجم الكبير أحمد صالح حياك الله حياك الله يا مرحبا فيك حقيقة حلم سعدانك معنا اليوم وانا صحيح وش الموهبة اللي تتميز بيها أخوي أحمد والله أتميز في التقديم جميل من أو متى اكتشفت هذه الموهبة عندك والله من وانا صغير كنت دائم يعني أطمح أني أطلع قدام يعني قدام جمهور جميل وأتكلم أطلع يعني الموهبة اللي عندي هذي لكن يكون عندي شعور يعني خوف ورهبة يعني الجمهور خوف أها لكن الحمد لله يعني درسين ما هو الحمد لله أم درسين هم أه اللي حفزوني حلو على الطلوع جميل وبكل وقت دائم يقولولي أطلع وتكلم وعادي إيش التجربة اللي أنت سعيد فيها في حياتك غير زد دراسي زد فرصتك الآن قبلها تجربة أنت سويت سواء في نادي صيفي في مدرسة في إذاعة بكل مراحلة الدراسية من أول ابتداي إلى ثالث ثاناوي وأنا الحمد لله بكل الإذاعة بكل المهرجانات بكل شيء والحمد لله وهذا شيء يعني هذا أحسن شيء عندي يعني بحياتي كله تقدرت بتسمي الجمهور طيب تحية له ليش اخترت سعود معك ساعد السباعي أفول ساعد والله كلهم أخواني لكن ساعد أحس أقرب بواحد يعني هو اللي دائم يحفزني أني أطلع يعني نتكلم دائم هو اللي يجينك رب واحد يقول يا أحمد أطلع أنت إنسان أنت إنسان عندك موهبة كل واحد يقول عنده موهبة هو دائما اللي يعني يجيني أحمد أطلع حاولك تبرز روحك ما نبغى نحن نطلع مع بعض ننزل مع بعض لكن نحن نبغى نطلع مع بعض أنا أحس فيك موهبة جميلة جدا بس حتى تطلقها تحرر من الورقة هذه كنت لما تسوي اللقاء مع ساد وتسألة كان لقاءك ميت لكن لما تفعلت معه بشكل مباشر وكذا وحرية حتى أداء كلان أجمل منك من الورقة فأنا أهنيك عليها ابتسام تكديمي لكن اسمحوا لي يا عزائي المشاهدين أن نشوف انطباع اللجنة الخفية عن لقائنا مع أخونا أحمد صالح نشوف انطباع أنا أحب أقول لك يا أحمد 22% اللجنة الخفية بس عندي أنا أنا أعطيك إلى 90% فوق 90% أعطيك العافية وشكرا لكم وخلونا ننتقل وإياكم إلى فقرة زد مهارتك مع الأستاذ ماجد الغامدي الفضل يا أبو جعفر